في اخت سائلة دكتور بتسأل بتقول ان انا كنت مخطوبة من ابن عمتي وفي فترة الخطوبة حصل بنا بعض الحاجات ولكن مش كبائر وحاليا احنا سيبنا بعض وانا ندمان على اللي حصل ده ويعني بتسأل دايما هل ربنا هيتوب علي ولا لا وبفكر في الانتحار حسب كلامها يعني فبتسأل على مسألة التوبة من هذه الذنوب يعني يعني اذا اقترف الانسان معصية سواء من الصوائر ومن الكبائر فلا يقنطن الرحمة الله عز وجل قال تعالى قل يا عبادي الذين اصرفوا على انفسهم لا تقنطن الرحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا جميعا معده ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اذا اخت تريم عندها هابان النصان ونصوص اخرى لا تغلق باب التوبة امام نفسها ومهما تكب الانسان من خطأ يتوب قال السلسان كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال كل بني آدم خطاء مش مخطئ خطاء شخص مبلغة وخير هؤلاء الخطائين من يخطئ ويتوب طيب والله عملت هذا الزمتوبي هنتحر يعني انت بتعالبي بتقولي عملت صغائر مش كبيرة صغيرة كبيرة واحد كثر اثارة يرخبط واحد يموته يعني بسمانت لا الاولى الانسان ينتقل من كبيرة التغطيرة من يعني من معصية التوبة الانتحر ليس علاجا وليس حلا بل للأسف انت تتكلمين كبيرة قد تود بك الى مار جهنم لكن ليس خالدا فيها انما مؤكد انك في عاقبين فلماذا هذا الامر ليه مستقع عليه اذا كان عشان خاطر اخطاء ابن عميتك اللي خطوك ده سابق وراحك طلما انت الأولى ايه تتكلم نفسك رضا ربك عنك بتقول الله وتائمنا الذنب كمن لذنب له كما قال المصطفى صلى الله عليه عزيزة السلام